يا الله دون رادع يواصل الاحتلال الاسرائيلي وآلياته انتهاكاته في فلسطين برصاص تارة وبالاعتقالات والجرفات والاعتداءات تارات أخرى وما بين شهيد وجريح واسير في خضم الخسائر الفلسطينية يستمر النزيف الصمت الدولي والغربي الذي كان بمنزلة ضوء أخضر لدولة الاحتلال لم يكن إلا ليشجع جيشها على استمرار العنف فأمام صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال دليل أكيد على استثناء إسرائيل من المسألة القانونية على جرائمها وانتهاكاتها كما أن عدم اتخاذ أمريكا وأوروبا يمواقف جدية لما يحدث في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ومن بينها الاستيطام وبينما لا يتوقف حصر وإحصاء الشهداء والمصابين ضحايا الاحتلال يستمر الموقف الإسرائيلي في عداءاته وعنصريته بالرصاص يستهدف المواطنين العزل أحدث الجولات كان ما شهده مخيم جنين من اقتحمات وقصف هو الأول منذ عشرين عاما وهو ما يأتي غدا تخطوة استفزازية بإقرار قانون لتسريع بناء المستوطنات ووضع الختم في يد اليمني المتطرف وزير المالية يتسلائيل سموتر تيتش الذي دعا إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية أسوة بما يحدث في غزة خطوات كسرت صمت الأمم المتحدة التي أعرب مفوضها الحقوقي عما سماه القلق مما يجري في الأراضي الفلسطينية من اعتداءات وإعدامات من الجانب الإسرائيلي حرب شاملة إذن تلك التي تخوضها الحكومة اليمينية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بحسب الرئاسة الفلسطينية التي شددت على أنها لن تقبل بأي تصفية أو تسوية للقضية على حساب الحق الفلسطينية